بشعارات براقة ووعود كبيرة تشكلت حكومة السودان برعاية الإطار التنسيقي والقوى التي تحالفت معه لتمضي عدة أشهر وهذه العود من أكبرها إلى أصغرها لم تنفذ ولم يتطرق إليها أصلا الأمر الذي كشف عن حجم التجارة التي تقوم بها كل الأطراف السياسية بمعاناة المناطق التي يفترض أنها تمثلها في المشهد السياسي أهم تلك الوعود التي تحدثت عنها حكومة الإطار هي تعديل قانون العفو العام ليشمل إعادة محاكمة من انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب أو أدينوا بوشاية المخبر السري كذلك ملف إعادة النازحين إلى مدنهم بطريقة آمنة بعد خروج الميليشيات المسلحة من مناطقهم وخصوصا جرف الصخر والعوجة والعويسات فضلا عن تعويض أصحاب المنازل المدمرة جراء العمليات العسكرية والكشف عن مصير المغيبين قصرا إضافة إلى قضية المقابر الجماعية في مناطق نفوذ الميليشيات وتعهد السودان كذلك بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية للدولة والعمل مع الجهات المختصة للكشف عن مصير المفقودين وشملهم بقانون ضحايا الإرهاب بعد إجراء التدقيق الأمني أي من تلك المطالب لم يتحقق لغاية الآن ولن يتحقق كما تؤكد مصادر سياسية مطلعة أقرت بأن السودان لا يمتلك سلطة على كثير من الملفات المهمة ولسيما السلاح المنفلت ومصير مناطق المهجرين والمغيبين قسريا لأن تلك الأمور ترتبط مباشرة بقيادة الحرس الثوري الإيراني مصادر أخرى ذكرت صراحة أن بعض الميليشيات ولسيما حزب الله والعصائب اعتبرت وجودها في مناطق النازحين أمرا غير قابل للنقاش أو المساومة قوة سياسية عدة تستمر في تسييس الملفات الإنسانية والمتاجرة بمآسي وآمال المهجرين وأهالي المفقودين لتحصيل أي منصب ولو مجرد مقعد برلماني على هامش المشهد السياسي